اهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الاخباري بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنية الى صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسي لبلاده وعرب العليمي باسمه وعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهاني وتمنياته لصاحب السمو والشيخ محمد بن زايد بمنفور الصحة والسعادة وللشعب الاماراتي الشقيق كل تقدم والرخاف في ظل قيادته الرشيدة واشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالنهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها الامارات وبمواقفها المشرفة الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف الظروف والمحافل الاقليمية والدولية قالت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لمدريات وادي حضر موت لنقوات المنطقة العسكرية الاولى تمردت على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بحضر موت حيث اصدرت اوامر لجنرالاتها بمنع الحفل الخطابي والفني الذي من المقرر ان يتم تنظيمه مساء اليوم بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات واضافت الهيئة ان الفعالية ستتم في قلب مدينة سيئون وستتحول الى انتفاضة شعبية عارمة اذا اصر جنرالات المنطقة على منع الفعالية ومن جهتهم ادان شباب الغضب بوادي حضر موت ممارسات المنطقة العسكرية الاولى وتحويلها مكان اقامة الفعالية الى تكنة عسكرية داعية الى الانتفاضة والزحف لمدرية سيئون افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسية لوار روكن فرج البحسني في مدينة المكلة معرض الصور الخاصة بمساهمات دولة الامارات تزامنا مع احتفالها بعيد الاتحاد ويتضمن المعرض صورا لقادة دولة الامارات ونبدة عن المساهمات الاماراتية في المجالات العسكرية والامنية والخدمية التنموية والانسانية والاغاثية بحضر موت الى جانب النهضة التنموية التي شهدتها دولة الامارات في ظل قيادتها الرشيدة افاد مرسلنا في ابيان بانفجار عبوة الناس فاستهدفت القوات الجنوبية المشاركة في تأمين مدرية المحفظ وتسبب الانفجار باستشهاد جنديين من القوات الجنوبية المشاركة في عملية سيهم الشرق هذا وتشهد مدريات شرق ابيان منذ تحريرها من الجماعات الارهابية والتخريبية ارتفاعا ملحوظا في عملية التفجير التي تستهدف القوات الجنوبية نهاية الموجة الزلاليقام